جاسم يسأل يقول فيه عادة عند بعض الناس خاصة أصحاب المحلات يرشون الماء في الصباح و في المساء أمام المحل يتبركون بهذا يقول يجلب البركة ما حكم شل الماء الآن الصباح و المساء اعتقاد أنه يجلب البركة وين الدليل ما في دليل ما في دليل ولذلك هذه من البداع إذا الإنسان رش أمام المحل في الصباح و المساء بهذه النية و ليس بنية تلبيد الأرض على أساس ما يكون هناك غبار و شيء لا بهذه النية أن رش الماء يجلب البركة وين الدليل يعني من أين لك أن رش الماء في الصباح و المساء يجلب البركة إذا ما فيه ولذلك هذه من البداع يجب على الناس أن يتركوها و أن يتقوا الله و لا يبتدعوا في دين الله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار كل ضلالة في النار إذا أصحاب المحلات يريدون البركة عليهم بشيئين البر و الصدق البر و الصدق والله عز وجل يبارك لهم في رزقهم إذا بروا و صدقوا لأن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام